نسي كحام الإبعاء الأولى في تونس شكرا على استماعكم سعيد جدا باستضافة بشرة بالحاجة حميدة النائبة بمجلس نواب أشعب مرحبا يا سيدة بشر أهلا وسهلا من عشق معناه يفرح أو يؤسف قرارك بإنهاء التجربة السياسية والحزبية بام سياسية كلمة كبيرة على قل التحزبية والاستفافي مع أو ضد بعد الانتخابات بعد نهاية العهدة البرلمانية الحالية عليش القرار هذا أيست مش مفهوم أيست بمعنى مش بتحصل حاجات باية في تونس لا مش تحصل أما يزمها بارشة جاهد ويزمها نفهم بعضنا ونسمع بعضنا وإنا الرأي اللي اليوم فما حاجة وليت تأثر يسر والضر يسر في الرأي العام وما تخليش مواطن والمواطنة تصل من معلومة صحيحة هما معناها وسائل التواصل بكلها وسائل التواصل الاستماعي وزيدا حتى الاعلام كيف دا ما ونشي محايد الى غير رأي موضوعي نقوله على قدر موضوعي موضوعي لاني قدر حصل لحت وحدي موضوعي موضوعي سمحني بربي بوشتر للتوضيح راه مش معناه أنا عندي رأي يا حقي وعندي خلفية وهذا حقي ولي قل عكسر يخلص صحي وحاجة دايق حاجة اللي مش بربي نحب نعبر على التضامن معاك خطر توا معناها توانسة اذا ماكش معارض وماكش تسب الحكومة راك به معناها اغلبية كيك ولا تسب معناها انسان كونه يناجم يتمتع بشوية موضوعية ويحاول يوازن شوية يوازن بشعب بيت حتى الرأي الاخر راه هو ولات مشكلة قلت له ما احنا عادينا ستين سنة تواصل كل مع الدولة ولا مع النضاء مش حتى مع الدولة كي جات حرية ولينا كي تخرج على الصف متاع الشعب اللي هو ضد الحكومة توالي كانك مكش عادي لا يا اخوي انا مانيش مع الشعب اللي ضد الحكومة يسألوني حقي دي ما اقلية بل اقلية وقلتها وقلية خطر زادة معناها منطق انو كنا فرد موقف وليتو كنا بطولة اخي بطولة بن علي بطولة اللي كانو ضد النضاء اما طب بطولة لا السببين ولا بطولة يعني قلتك السببين والاخبار الزيفة ومعناها والمس الناس مش مهم فهمت ذاك اوليت بطولة مش بطولة بطولة اليوم كي انتي تتخلى على برش حاجات اللي ربما ما عندك ما نفع فيها دونك انا مش حكيت يا اسمه ربما انا نقول اليوم ما تنجمش حد حد يسمعك كي تحكي ما اشي اسمعوك خطر كل واحد عنده موقف في كل شي صدقني انا قد بهتا فيهم خطر انا في وسط السي ستاب ونبدأ عندي معلومة وورشة معلومات اللي ربما ما تفصلش لهم حتى المواطن ومع هذا موقف ونبدأ نخمم فيه ونبدأ نسأل ونبدأ نشعر في العبيد ومعناها الناس كل شي فهمت وتبركل عليهم والله تبركل دونك انا نحس روحي سوتي ما وصلش لا يوصل للناس اللي تحكم اللي هما معناها ما يسمعوكش فرصة ما خطر مكشي ربما مية في المية كما تقول انتي اسم المصطفى وليسمعوك اللي في المعارضة وليسمعوك التوينس اللي انتي تسمحهم خطم قلش على هذا قررت باش ما تخلش في اي حتى اي حتى او تكون تحية تونس ماكش موجودة فيها اي حتى انا ما اخرش من الداول اخلت حتى حزب اراهو مش كون وافحين من 2015 خمستاش انا مستقلة مش قد مستقلة بعد الواحد لاني معنية ليه بمنصب لا معنية بلا انتي خبت لا معنية بحد شي هكاكة حتى واحد ما نجمي قل يا كدفعني لك ثلاثة ملايين ودرشنوه فش هطا انا ادفعت حياجي كاملة لحياجي كاملة نخلص في الاداء متاعي فهمت ما حتى ما جيش قلت الواحد راني نخلصك في الاداء قا خدمت خلصة سنين هكاكة ما خلصو فيكم دونك دعيد خرجت رسالة مفتوحة هذا بعد قرارك معنية انك ما عاش بش ترشح لحتى شي وما عادش معنية بحتى منصب وهذا من الشجاعة وقتو يكون واحد يعمل في السياسة انا قتل يومي يكن نهار ميدودة السياسة امي قالتلي يبنيتي ملي وملي وصلت للجامعة وينما في شو عليك همتك بالحق ملي وصلت للجامعة وانا دخل خلنا به نرتيح في طاو بعد قدش من عام به يرا تدعو اه الى مبادرة تقدمية وسطية فش كون تدعو سيها اول حاجة مكوناتني دا تونس اول حاجة مش كون وافحين اللي هما تقريب طاول يوم خمسة مكوناتو اللي هما أحزاب معاد وإضافة الى مبادرات وما زالوا يولدو اللي هما اليوم معناها غلطنا الكل غلطنا الكل شو نكون وافحل كنا عنا جانب مسؤولي في جماعة ني دا تونس اللي خرجنا واللي قاعده واللي ما خرجوا كان في اللخر واللي خرجوا من اللول الكل غلطة كنا غلطنا اليوم معناه ونحن سبب منتع الازمة مش كون وافحين زاد قادر كان جان ني دا تونس قاعد حزب قوي ومعناه بالحق وحكم بشافافية قادر طاو يحكم ويقول ما نحكمش احنا جيب طاو يخرج كنا عرفه وزي لومي قال ما عنيش وزراء يقول لي لحسو فيهم تسعة شو تقول ما عندك شو وزراء بتاعك تريد حكوبة بتاعكم وانتم مجميل طول ونشاطه معناه قاعد تهارب لاخر يقول كلمة حكمش ناضى تقول كلمة حكمش ني دا ما حكمش لو ني دا قعد حزب قوي ما تكونش للأزمة الاقتصادية للأزمة الاجتماعية وللأزمة السياسية ليصنية لها معناه التشتت هذية هو سبب الأزمة الداخلين في مرحلة جديدة اللي يزم التونسي والتونسية يكونوا متمأنين مش حتى على الإسلاحات يخلينها من الإسلاحات أخي أنا اليوم خايف لما تصيرش حكومة أصلا اللي إنها تكون الأحزاب هذي بالابتزاز متاحها وبالمساومات متاحها اللي بديت قبل لأنتي خبات كل واحدة تطلع في الصنداج واللي يتعصو به الناس كل اللي يحبه زير واللي يحب يحطو في القائمة أمورهم ماش مريق لا قانونيا واللي زاد فرح يعطينا الحصانة والإفلات من العقوبات فهمت هذيش الناس تناقش وقتلي هذي نوابة نواب في المجلس وناس صغير كانوا زير وتنحق غضبين متغشش خطروس الشاهد نقم عليه واللي معلي يجي مش يكونوا وضحين فهمت وقائمات انتخب الناس تحكي في حكومة حاضرة مكونة من المكونات الكل وقتلي هي الوضعية بتاع البلاد مش بنا بتاع عاتيني أنا اليوم تضمنلي أنك أصلا مش كولي تصلوا هذي من اليوم باليقاو طالع في صنداج لا طالع في صنداج مش كولي اليوم بيش تخمع التوينسة اللي كلهم في حالة انهياء ما فهم بعد فردنا شوية فك الحملة ضد الفاسياد وتوينسة بدت مع نويت وترتفع تحت الحملة وتح كل شي اليوم التوينسة اللي هذا وفيها كل يوم كيف كيف والناس اللي وجوهها المعروفة شوية رامد وينسة يعبرونهم على الانهياء أنا أقبل الكتر اللي راح فعلهم معناوياتهم أنا طالع لي تنقلهم اللي الداخلها في حيث معاش 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 ننجم نقول كلام غير هذا معاش ننجم نعطي نطمقن شوية مساسا نطمقن ونقلهم لا وكذا معاش نطمقن على خطر حب النفس والناس كل واحد مني تجرع مش تقول عبارة تنسية سيحة وفهمت وفهمة ناس ديوم حتى في صبر معناها أمور متعبة ولكن عنده أمل أنه هو بشي يخرج بعد يقضي على الأخر بشي يخرج هو من فهمت من المجموع يقضي على الأخر ينجحو يعطيك الصحة ومش فهمين اللي هما هزين البلاد في حيث راهوا مشكلتهم كل واحد موقع متعو وراه البلاد هذي ما تعطيهش ما تعطيكش يوصل يجي نهار وتحاسبوا البلاد راهي البلاد هذي راهي بها برشا ما عملوا فيها ما تخافوش والله لو واحد ضر البلاد وما سرتوش ومنع اللي شوية ولي برشا صحيح فما ظلم سعاد فما نسم ولكن راهوا بشتحسبكم قد حاسب فيكم هو صنداج حاسب فيكم وهو النتائج وين وصل ومشي البلاد تحاسب في الناس هذوما اللي تخلي وبأس الحسابة وبأس الحسابة كما برشا شباب تنصف المنظومة ومكوناتها هذي بشو سلولو أما كاني عنه استفاقها معنى يقول كل كلام نقول فيها وما عنديش برشا أمل الخطر هذي كلام قلت قول المقبلة الثورة كيف هاش مش تفرز بين النظاف والسامحني والمسخين معروفين عن سامحني في نداية سامحني عن المسخين وفي الأخرين فما المسخين معروفين ما ظهر إثارة الفحش والسريع جدا جدا أراه شي هب جدا تحيني على نحكي عبارة جدا تعجبني تعبر خطر على الأخر أسمعني والله يا أمو بكر أراه شي كبير أراه فما الناس كلوم ترحلوا باكويت كل يوم اللي عرضوه في الشارع أسلمة يخذوا نمروم وقد يخذوا باكو يا أمو بكر الناس تخرج في فليجات فلوس الناس تمشي تعدي معناها وين هو القضاء عليش القضاء ما شدهمش القضاء ما عندوش إمكانيات بشد الناس الكل أنا اكتبت قلت وقتاش تحب بالحق تنظاف كل قضاء والحكومة وال هيئة ما بعض من يخدم القضاء عندو مشكلة خرج من النفوذ متاع السلطة ولا توا يحبش يخدم حتى يسخيل ما زل في فترة سعيبة القضاء معناها خرج مكرة الدولة تحكم فيك وتعتيك تعليمات ومعروف إذا كتاب عشكون وكذا خرج دونك توا يسخيل يجب يقطع مع السلطة التنفيذية أور هو وقت اللي تقول استقلالية غراك تتعاون مع السلطة التنفيذية تجد مع الدولة العام معناها مش تتلقى تعليمات عندك الحق ما تتقاش تعليمات تلقى المعلومة المعلومة ولا التواجهات العامة أنا وياك نعم التواجهات العامة ترتيب الأولويات يا ولدي اليوم مرين الفاسد البلاد مشيت اللي ولا السياسي الفاسد وقح معاش يهمه معاش يهمه يعني نكتصور وهو في ويتصدر نوايات تصويت يعني وعشرين مليون تتكلف مني جبتهم كيش خرجتهم كيش خرجتهم كيش خرجت نحكي على فليجيات وكل شيء نحكي على انتي تعطيني تصاور انتي في بلاد أجنبي أوروبي الي نهار للفندق تسعمائة فرنك تسعمائة دينار سمحني أنا نحكي بفرنك بازلت كيبابا تسعمائة دينار في الفندق الوحد عشرة من العائلة مشيه عشرة أيام هاو الحسيف هاو الحسيف قديش كيش خرجتهم مقتلي انتي عندك حتى أو من دفع لك ولا دفع لك وراه لي قلق لناس نضاف تخدم على المسخين عند التقاء المصالح هذا لي قلق وهنا نفهم بعضهم نفهموا نحكي لهم أنا جايك سيبوشنا بالحاجة حميدة ضيفتنا في بعد الرسالة هذي هل هناك نوع من الاستجاب لا لدعيت إلى الوحدة الوطنية نفهم من كلمكم كانت تتكلم على القائمة الوطنية معني أنا مش حتى على القائمة المطالة متاعرة واضحين قلت لهم أو الحاجة تتفقوا مسبقا أنكم ما تخليوش الأمر يتعكر وما تصيرش حكومة تقولوها كيفاش نحبوها الحكومة والتزام ميه مش اليوم بعد اليوم نقول نحب حكومة فيها 25 ومغضوزة لي 50 على خاطر كيفاش تحب على بقعة وكيفاش تركيبة متاحة وكيفاش تصور الحكومة الحاجة الثانية الحاجات القرارات المستعجلة مش فقل مع البرنامج اقتصادي وشي خاطرهما نفس البرنامج وقل واضحين هذوما كلهم فوتو كوبي كوبي كولي تعرفها كوبي كولي هذيك متاع فيسبوك هذيك هي عندهم البرامج اقتصادي نشوفهم القرارات متاحهم الحاجة الثالثة موارشح وحد للرئسة عليش أنت أنا كمواطنة تنسية وغيري تخليونا معناها في عركة وفي مشكلة ليه شو الفرق في الأخر شو الفرق بين كناتكم من كلكم كيف كيف ناس ببرنامج وكلكم عندكم حاجات باهة حاجات خايبة وكلكم مستعدين تخدموا البلاد فما جانب منكم بيخدم البلاد كلكم تحبوا رواحكم ومرضى بروحكم بصورتكم وبتموحاتكم لكن كمم هذوم الناس هذوم بيش تخدم البلاد عليش تخليونا بيش أنا اليوم قدوا انتخابات رئاسية يطلع لي قد عز ما فما في البلاد اللي ربما يهز البيت في هاوية واللي تعف رئاس جمهورية صحيح ما عندوش برشا سلوحيات أما سمحني نحكيوا عن أمن القومي قام معايا بشتر بالحاج الحميد ضيفتنا في ميديشو